موسيقى النشرة الرياضية المفصلة من الميادين السلام عليكم أرخى قرار وقف إطلاق النار في سوريا بظلاله على ملاعب كرة القدم الهدن الموقتة بثت الروح مجددا في المدرجات ورفعت معنويات فرق الدوري من عكس تحسنا في وطيرة المباريات أبت القرة سورية الاستسلامة للظرف الأمني والسياسي برغم حجم الضرر الكبير الذي تكبدته خلال السنوات الخمس الأخيرة ننزعت وواجهت بعناد لإعلاء كلمتها وإخفاة صوت قذائف الغدر الإرهابية بعد الهدن فيه بوادر خير لكن برضو ما نقول أنه الهدن كل مكان آمن لسلامة اللاعبين لسلامة الرياضيين لسلامة المدنيين لسلامة الجمهور اللي الدوجي يحضر فأنا بتصوري لا علاقة للهدن بأي شيء يعني ما هي بتقدم وهي بتأخر الهدنة مناحت اللاعبين الطمانينة خلال تنقلاتهم نحو الملاعب ومعها اختفى هاجس قضائف الموت التي لم تبقي من أثر لعشرات اللاعبين والمدربين والإداريين سوى صورة معلقة أو سيرة طيبة وذكريات سعيدة الجمهور يعني صار مناطق ينزل منها أحسن الحمد لله تعرف العالم كله بتخاف على حالة وعرواحها بس هلأ بعد الهدنة لا الحمد لله صار في جمهور أكتر صارت العالم عم تجي تحضر أكتر وهذا الشيء طبعا بيبسط الكرة السورية والجمهور السوري بشكل عام الأجهزة الفنية عبرت عن ارتياح اللاعبين لخوض المباريات دون ضغوط وخوف من المجهول وانسحبت هذه الحالة النفسية على الجمهور وجود الهدنة هذا يعني أنه الملاعب أصبحت آمنة نحن أكيد رح نشوف إذا ما كانت انعكاساتها الملموسة حاليا رح تكون انعكاساتها الملموسة هي مستقبلا لأنه بلش نشوف أن الجمهور بلش يجي على الملاعب بلش نشوف الفرق بدأت تأدي مباريات أفضل المستوى ارتفع قليلا طبعا كل هذا علاقة بالحالة النفسية والحالة الهدوء العامة والشاملة الموجودة ومع بدء الهدنة علت أصوات فرق المحافظات مطالبة بتعديل نظام البطولة وسمح لها باللعب على ملاعبها في حمص وحمى والحسكة وأمال بديمومة الهدنة لا أن تكون مجرد بركان خامد سرعان ما يثور في أي لحظة ويكبد الكرة السورية المزيد من الضحايا والخسائر المادية القهر والمعاناة لازمتان لأي فريق فلسطيني في المسابقات الخارجية نادي شباب الظاهرية تشتت بين الضفة وعمان الأردنية وبيروت اللبنانية والسبب إسرائيل معاناة مشتركة يعيشها نادي شباب الظاهرية لآتي من الضفة الغربية في فلسطين المحتلة والوحدة الدمشقي الممنوع من اللاعب في أرضه بسبب الحرب الدائرة في سوريا أرض لبنان باتت القاسم المشتركة بين الفريقين حيث اختاراها لإجراء مباراتهما ضمن كأس الاتحاد الأسيوي باعتقاد نحن ندفع ضريبة ضريبة لها علاقة بالجوانب السياسية إسرائيل كاحتلال كمان ضاغط علينا الأختام الإسرائيلي الموجودة على جوازات سفرنا هي مش بخاطرنا غصبنا عنها يعني الإسرائيليين لهم إجراءاتهم الخاصة فيهم ونحن لا نستطيع أن نغير فيها هذه تواجهنا صعوبات فيها في كثير من الدول العربية نحاول جاهدين لأننا ندلل كل هذه العقبات عبر الوساطة الرسمية وتحديداً السفارة الفلسطينية النادي البرتقالي حضر إلى بيروت من دون مشاكل أما رحلة غزلان الجنوب فغلبت عليها الصعوبة الانطلاق إلى الأردن حرم الفريق حارس مرماه محمد شبير لأسباب أمنية فرفضت السلطات اللبنانية منح ثلاثة لاعبين وإداري الإذن بالدخول بداعي وسم جوازاتهم بختم إسرائيل وهي العدو للبنان قاصم محميد ومحمد درويش والمهاجم محمد فودة لم يسمح لهم بالدخول ثانية إلى لبنان علماً أنهم شاركوا في المباراة الودية لمنتخب الفدائي ضد رجال الأرز قبل أشهر وتولى الأمن العام اللبناني ترحيل سبعة لاعبين آخرين وإداري بسبب ولادتهم في الداخل المحتل نحن موقف أنه إذا ما عادوا لاعبين إلى بيروت لن نلعب المباراة لأنه لا يوجد لدينا لاعبين يعني 11 لاعب لم يدخلوا بيروت فبصف معنا سبع لاعبين ولن تقوم المرابع بسبع لاعبين لن تتم السفير الفلسطيني أشرف دبور استقبل وفضة ظاهرية وأجر اتصالات مع المعنيين الذين وعدوا بحل الأمور وبالتالي إجراء المباراة في موعدها وكان الاتحاد الكرة اللبناني دور فاعل في تذليل العقبات والتواصل مع الاتحاد القاري في العاصمة الإسبانية مدريد يحل فريق روما ضيفا على منافسه ريال مدريد في إطار إياب دورة 16 لدورة أبطال أوروبا الضيف يبحث عن مهمة مستحيلة للتعويض الأخثاق في لقاء الذهاب بهدفين بحسب المدرب لوتشيانوس بالاتي قيمة صاحب الأرض تشهد عودة توني كروس وكاريث بيل فيما يغيب المهاجم كارين بنزيمة وألفارو أربلوة وناتشو للإصابة وفي إطار الجولة نفسها يصخ بالفولسبورغ الألماني مضيفه خنت البلجيكي وكان صاحب الأرض تقدم في الذهاب بثلاثة أهداف لاثنين أمل أنفى جولة على أبرز عنوين الصحافة الدولية ومايك شالهو فضل مايك شكرا وأهلا بكم في جولة على أبرز عنوين الصحافة الدولية التي نبدأها مع آس المدريدية فقد أبرزت كلام زيدان على غلافها إذا لم تلعب جيدا باستطاعة روما أن يقلب الطاولة وهذا واضح كلمية مارسل وبيل سيعودان إلى التشكيلة كريستيان قريب لتحقيق هدفه السابع عشر كيلور لم يضغ طعم الهزيمة في أوروبا وجه آخر الدوري الأبطال مايورال سيغيب عن اللائحة ليلعب مع فريق الشباب دائما مع الصحافة الإسبانية وننتقد إلى مواطنتها ماركا فقد عنونت على غلافها شارابوفا نتيجة إيجابية للمنشطات اليومية وضعت صورتي رونالدو وبيل معا وكتبت الوحدة الأوروبية وحشان لتقطي روما في مهمة العبور إلى الربع النهائي زيدان ينظر لاعبه بعدم الاحتفال مبكرا بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين وإلى الصحافة الإسبانية مع لوب باريزيان واسعة الانتشار فقد عنونت شركة نايكي تعلق تعاونها مع ماريا شارابوفا اليومية الفرنسية نقلت عن القيمين على الشركة الراعية لشارابوفا صدمتها من خبر تعاطيها المنشطات التعاون بين الجانبين عودوا لأعوام عديدة فكانت الوجهة الإعلانية لكل المنتجات ختام الجولس تكون إنجليزية وتحديدا مع ديلي ميل فقد عنوانات انتقال جوزي مورينيو إلى مانشستر يونايتد مرهون بقضية إيفا كارنييرو الطبيبة السابقة لتشالسي لن تكتفي باعتذار جوزي مورينيو العلني بل سيكون شاهدا في المحكمة بعدما استبعدها بداية هذا الموسم من النادي كل هذه العوامل قد لا تصب في مصلحة البرتغالي وتؤدي دورا سلبيا في انتقاله إلى مانشستر يونايتد مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الجولة الصحفية والآن عودة إلى متابعة النشرة شكرا لك مايك لا شك في أن فوز ليستر سيتي بلقب البريمير ليج من شأنه إحداث هزة كبيرة في أوساط الكرة الإنجليزية لكن أن يتسبب متصادر الدور الإنجليزي الممتاز حقا بهزة أرضية فهذا ما يضع إلى الاستغراب فعلا طلاب في الجيولوجيا كانوا وضعوا صدفة أجهزة استشعار في مدرسة قريبة من ملعب الفريق المدعوم تايلنديا لكن الاحتفال الهسرية للجماهير بهدف قاتل منح الفوز على نوريتش أواخر شعر الفائت سجل هزة بدرجة 0.3 على مقياس رختر في اليوم العالمي للمرأة جاني إنفنتينو يعيد بزيادة حضور الجنس لطيف في الاتحاد الدولي لكرة القدم كلام إنفنتينو جاء في مؤتمر كرة القدم النسائية في مقر الاتحاد الدولي في زيرخ خلاله أكد سعيه إلى رفع مقاعد المرأة في المجلس الجديد إلى ستة الرئيس الجديد لفيفا أثنى على دور المرأة في عالم كرة القدم ودع المعنيين إلى تفعيل دورها في مركز صناعة القرار وفي السلة الأمريكية اكتسح لوس أنجليس كليبرز مضيفه دالاس مافريكس في ليلة كان نجمها دياندري جوردن عملاق كليبرز قدم أفضل مستوياته بتسجيله 23.20 متابعة زميله كريس بولت حصل على لقب هداف المباراة ب27.7 تمريرات حاسمة كليبرز رفع رصيدة انتصاراته إلى 41 ليعزز مركزه في رابع ترتيب المنطقة الغربية أذهلت لعبة التانس ماريا شارابوفا العالم بأناقتها وجمالها وكذلك الحال عندما انتشر خبر تناولها مواد مناشطة سقطت نجمة التانس ماريا شارابوفا في فخي تناول المناشطات والاتحاد الدولي للعبة منعها من المشاركة في أي بطولة مؤقتا هو ليس خبرا عاديا لأن حاملة فضيات ألعاب لندن قبل أربعة أعوام حصلت على لقب المصنفة الأولى وهي في الثامنة عشر وقفت في العلن ولم تخجل من الاعتراف بتناولها مادة ميلدونيوم في بطولة أستراليا المفتوحة وهو ما كانت تقوم به منذ عام 2006 لكن المنظمة العالمية لمكافحة المناشطات أدرجت هذه المادة على لائحة الممنوعات مع بداية العام الحالي في المحاصلة ستمنع ابنة التسعة والعشرين عاما من أي مشاركة ابتداء من الثانية عشر من الشهر الحالي اللفته أن شارابوفا اقتنعت بالتناولها مواد مناشطة لكن رئيس الاتحاد الروسي للتنس لم يتقبل الموضوع وجزم أن شارابوفا ستشارك في الألعاب الأولمبية الدعم أتى من مكان قد لا يغطر في بالها وتحديد من مدينة لوس أنجلس السباحة الأمريكية نتالي كافلين استغلت إطلالتها في مؤتمر للجنة الأولمبية الوطنية لدعم صديقتها بشتى الوسائل بقولها إن مادة الملدونيوم مستخدمة لعلاج السكر ونقص الماغنيزيوم المواطنون في مختلف أنحاء روسيا أعربوا عن تضامنهم مع اللاعبة الأعلى أجرا في العالم فالبعض وضع هذه النتيجة في خانة استبعاد نجوم روسيا عن أولمبياد ريو دي جينيرو أما البعض الآخر فعد الأمر خطأا من أساسه لأن المادة هي على القائمة الطبية التحليق فوق الأهرامات المصرية نشاط رياضي سياحي استحق العناء البطولة العالمية للتحليق بالمظلات فوق الأهرامات منحت مشاركين من 15 دولة هذه الفرصة النسخة الثانية من البطولة شهدت مشاركة مظليين من المغرب وقطر والولايات المتحدة وبولندا وألمانيا ومصر في عروض مثيرة بإشراف الاتحاد الدولي للرياضة ترجمة نانسي قنقر كان هذا ما لدينا من أخبار الرياضية في نشرتنا المفصلة أشكر لكم حسنا متابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة